وصل صوتك انا بكل صفة كملت التصوير ان شاء الله مبروك بدنا نحظر وان شاء الله يبتدأ من يوم الاثنين بش نبدأ نعطي الحلقات جاهز على كل مستويات فما اتفاق صار مكتوب بش ما يتعاودوش لحاجات متعاملين والاكلي لقطات يتقصوا الشراب ليه حاجة هذي ليه كل شي فاهم ينزمش يكون مكتوب انو التزام اخلاقي ومعناوي بالاساس منك انت تلتزام ما تحطش شراب في لا كيفاش يا رشل مشاخات رمضان صحيح رمضان لكن المسلسل هذي يتعامل مع شرائح من المجتمع اللي مثلا متنجمش متشربش يشوف ناس مافيا ولا ناس رجال اعمال من نوع معين يعني متنجمش تحط له كاس كاس قزوز يعني يزموا ويسكي ولا يزموا حاجة كيفاك تمشي في حي شعبي وين فما هالنوعية كذي يزمك تحطه كاس شراب يعني وتفهمت التلفزة الشي هذي تماما واضح كدش عندي من حلقة 30 حلقة ان شاء الله 30 حلقة ومنيش بسنة الوفي المرة هذه مقرر 30 يعني 30 30 يعني 30 نفس الفريق المخرج هو بيدو بطبيعة الحال وانتي اخترت المخرج متاعك بطبيعة الحال والتلفزة ما اخترحتش عليك مخرج من التلفزة حاولو حاولو لكن انتي كنت يعني لا هذه مواصلة لي عمل ناجح في بالي هكا علموني انو المجموعة اللي تربح وبش تعاود تعاود بنفس التركيبة التلفزة خرجت بندانوس بعض انتوما خرجتوا بندانوس اخرى صحيح ما عجبتكمش البندانوس بتاع التلفزة؟ لا بكل سيف احنا باش الاحقاق الحق باش ما نظلمش التلفزة فما بندانوس خرجتها التلفزة اللي انا مش موافقة عليها نظرا لانو تعتمد صور من الحلقة الاولى واضح وتكشف برشة حقاق متاع والثاني اراه مش تلفزة عملتها ايه هذه اللي بتحكي عليها انتي مش التلفزة؟ لا الموتاج بتاعي واللي عملها وانا وقتها الضروري انو نعوض لزماج اللي حطوهم ليهما اللي هما الحطي اللي مثلا من المرسة بدينا نقذفو؟ عاطف بن حسين في الجزء الثاني من المرسة بدينا نقذفو؟ معليش هذي الكل اللي انو هما كانوا ينتظروا مني حاجة دونك عطيتهم حاجة اللي تعديت مدة اسبوع لطانو احنا نحضروا البرومو صحيحة والبندانوس صحيحة متعنا شنجمو نعرفو اول تصويرة بش نبدو بها لازمة؟ لازمة اليوم اللي جوني الكل يقولوا لي اول تصويرة يقول لك يا سيدي اول تصويرة فتح الهدامي عوف بن عمر علي ايش توا علي بانور بانور في مكان اظلم ثم عملية تعذيق قاعدة تصير مشهد سينمائي جميل جدا جدا هذا هو هذا المشهد الاول ابطال جدد عنا او لا؟ بطبيعة الحال بطبيعة الحال شكول عنا جديد الوافي دون الجدد ان شاء الله ما نسيش هيت اولا وجيه جندوبي رائعة معزة تومي كذلك نجلة بن عبدالله عونوني شكول عيطلي في الكاستيك مارين بن حسين مارين بن حسين مارين بن حسين بطبيعة الحال يعني فمم قرابة العشرة مو مثلين جدد من قال احمد من من الصف الاول من الصف الاول صنف الاول صف في مصر اذيك صنف في تنس احنا عنا صنف اه نازم نتصنف هنا شكول الاول شكول الثاني الصحافة خرجت برش حكايات على الجزء الثاني معناتها قالوا انه فما احسونا و بش يبعد و من بعد بش يجيب بش انتقم و فما حكايات من الداخلة معناتها و ساعات فما حتى روايات بتنيقضة في الصحافة شو نجمو نعرفوه معناتها على الاقل على الخط الكبير الخط الكبير اولا كما قلنا فما عملية انتقام من حنان الرياحي واحسونا فتح الهداوي معناها جايين من الخارج على اساس احنا شفناهم خرجوا ماشي لوروبا بش رجعوا ايوه ماشيوا لوروبا و نشوفوهم رجعوا لكن ما رجعوش بطريقة قانونية رجعوا بطريقة معناها ما هيش مشية مهم وبطبيعة الحال دورهم هو انه ينتقموا من الناس اللي عملت لهم العمال اللي شفناه في الجزء الاول كله هذا الخط يعني تنجم تقول الخيط اللي يربط تقريبا كل الاحداث المواضيع اللي بش نترحم برشا كالعادة ما نشي بش ناخده خط ونصيره عليه لا فما تداخل عدة خطوط والخط ممكن الكبير هو السياسة والاعلام والمال الفست هذا الخلطة الجميلة هذية هذية بش تكون مطبوخة على نار هاديع بتبعة الحال بش السياسيين بش بش يحتجوا علينا و الاعلامين بش يحتجوا علينا ورجال الاعلى ممكن يحتجوا علينا المهم انه احنا بالاساس فام هذية نجمة تقول تكون تقريبا وبطبيعة حال المافيا المافيا مش بش حتجوا عليكم حandsام darkest دوائش زيادة بشيحتاج وحلينا. دوائش بشيحتاج. احنا الاهم شي بالنسبة ليا بالنسبة للمسلسل هذي. احنا في الفين واربعتاش الفين وخمستاش. واضح. احنا كمنا الجزء الاول في الفين وعشرة. وتعدينا اربع سنوات وجينا في تنبك لانتخابات الرئاسية. فهذا تقول انت. يعني فيه سياسي فيه الاجتماعي فيه البوليسي كالعادة خاطر شفتنا بودة ناس. في طبيعة حال. مطاردات. وكنت نحكي معنا سرديني سيلي زيدا عامل مطاردات زيدا. في بالي. في بالي لا ما فيها بس. خلي النشط شوية. عم ناول معنات هالعمل تميز حتى اخذه برشا شويز. سنافة ما برشا منافسة. والحمد الله. والحمد. انا بصراح كمنتس. وكمنتس منافسة. ان نقول انه سناء وكأنه فما نوعا ما اقلاع للدراما في تونس. ستة اعمال درامية كبيرة. خمسة مسلسلات. خمسة. خمسة مسلسلات. وست كمات بالجملة. بالجملة. انا اعتقد انه هذا هو اللي يلزم يصير. وخلي يتنافس المتنافسون. خلي. اللي عنده اكثر والاكثر جيش. ومواضيعه احسن. ويتعامل مع المادة بطريقة ارقى. ويقرب اكثر الجمهور. احنا معه. نجيب عياد ونفس السؤال معناتها اللحمد معناتها. اذا نحكيه اليوم على خمسة اعمال درامية. واخناش نسيت كوم. واخناش نسيت كوم. فما ارهاق كذلك معناتها الساحة اليوم تستحمل الشي هده. فما ارهاق للممثلين للتقنيين. هل عنا اليوم. لانه فجأة نراه. ما جابت هيش كثرة الممثلين ولا كثرة تقنين. جابتها وجود قنوات تلفازية جديدة. فما معناتها تحسوا انه احنا مستوعبين هالحكاية هذية انتوما. وقالا فما ارهاق وفما اجهاد للممثل. لانه احمد نلقاك انت اليوم تعمل حسب ما. انا تلوتش اليوم ما نرقدش. ما ترقدش. من سبعة للسبعة متعليل ومن سبعة متعليل للسبعة متعسبيل. معناتها تحسوها حاجة طبيعية. هم ارهاق قد نقولك عليش. ارهاق مش على خطر برش خدمة. ارهاق خطر ماناش مستنسين. انا ست يون كيستيون دوتان. اذا كان استنسوا بالريتمة ذايا. معناها تناجم تولي حاجة عادية. احنا بريتو عنا سيزان نخدم فيها. لكن فما فما بويد رتوى قاعدين معناها ديزانتوكس ولو انو انتوكس معنا اشياء هي مش اشياء فما حاجات بش تصير. اللي باركزمبل سكول دو فشتة موجود بش يخدم على طول العام. فما زادة كيف كيف قانوات خاصة قاعدين تخمم بش تعمل مسلسلات على طول العام. لكن المهم ما تكونش ظاهرة. واضح. تتواصل للحكاية هذي. اهم حاجة في الحكاية هي يزمهم يعاونوا. يزمهم يمشيوا مع تلافز. بش ناس كل تراجع فلوسها. وبش ناجموا نعاودوا نختم. والعمل البيهي راه يفرض يفرض روحوا راهو مع انتها من غير استئذان يدخل على الناس ويتبعوه. اكيد. وحب نقول الحويجة زادة. راهو هذية نسميها انا ما كتعرف نسميها ميسر. ميسر. قبل الميسر نص نص. يعني ميسر ممكن بالنسبة للبعض وبالنسبة للبعض يبقاوا في ديارهم. ما يخدموش. السناء. كل التقنين تقريبا تقريبا بدون السناء. يعني المحترمين اللي عندهم ماذا حويجة. بكلهم يخدموا. واضح. كل الفنانين يعني الممثلين نفس الشيء. وهذا يخلي انو الناس في عضو تقع تنبر في القاوي وفي الجلسات الخاصة. على الاقل هو كي تشتغل وتخدم وتخدم وتسقط. واضح. شكرا شكرا لكم ما ياتيكم السحر. رمضانكم مبروكو العام وتمحين بألف خير.